نهاردة وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان عدد من أحياء قاهرة واللي بيتم فيها تنفيذ مشروع مجمعات الأسواق النموزجية تحديدا فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية عشان المجمعات والأسواق دي وما هو ملحق بيها من مشروعات بتقوم بيها الدولة داخل الأحياء السكنية في القاهرة ده من خلال حوار مجتمعي مع مسؤولي المحافظة والأحياء خد بالك الرئيس عايز إيه؟ عاوز يعرف إنت عايز إيه؟ إنت طلباتك إيه؟ إنت إيه اللي هيريحك؟ علشان لما نجمع كل ده لما ييجي يتعملك شيء ما تبقى أنت فعلا بتستخدمه تبقى أنت فعلا مبسوط بيه؟ تبقى أنت فعلا شايف أنه هو بيخدمك وبيريحك إلى أخيره كل ده بيجرى في إطار أنه الدولة وهي بتنفس شيء هي عايزة مصلحتك بالمناسبة وعايزة راحتك بالمناسبة وبالمناسبة الدولة ما بتكلش حق أحد يعني أنا مش عاوز أخش في تفاصيل كتير أكتر مما ينبغي بس الدولة ما بتكلش حق أحد هفكركم تحديدا وهتبقى فهم أنا قصدي إيه؟ مسلس ما سبيرو فيه كم إشاعة طلعت عليه قبل ما يبقى بهذا الشكل الرائع والعظيم كم إشاعة؟ أقولك طلعت إشاعة أنه ضربوا الناس وطردوهم لم يحدث طلعت إشاعة أن مسلس ما سبيرو كله على بعضه هيتباع لشركات الاستثمار طلعت إشاعة أن الناس هتضطرت في الشارع ويروحوا دوروا لحقهم برا طلعت إشاعة أن الدولة هتدي لهم سكن في مناطق سكنية صحراوية مدن أشباح مصر ما عملتش ولا مدينة أشباح بالمناسبة في الثمان سنين اللي فاته يعني هاتلي مدينة واحدة أو مشروع واحد مصر عملته ما كانش مدباع وبدأ يسكن فور فور ما تم الإعلان عن الوحدات اللي فيه طيب عدت الدنيا وخدنا بعضنا على سبيل المثال كبرنامج التاسعة القناة الأولى التلفزيون المصري وروحنا على مسلس ما سبيرو وتفرجنا تحديدا على الشؤة إحنا ما دخلناش الاستثماري ولا يفرق معايا في حاجة الاستثماري ده حاجات بفلوس رايحة لأصحابها اللي هيشتروها بفلوسهم الوحدات اللي إحنا دخلناها اللي هم 936 شقة بالعدد كلهم رايحين لأهلينة اللي خدوا قرار إحنا قاعدين في نفس ذات المكان أهلينة دول اتعرض عليهم 3 اقتراحات تاخد فلوس تعويض مالي مرضي وعادل خد بالك مرضي وعادل مرضي للساكن وعادل أو هتاخد في المدن الجديدة اللي بنتها الدولة اللي شغالة بملاعبها بمدارسها بنواديها بمستشفياتها بحاجتها بجنائينها بمناطق اللعب المجاني اللي فيها للأطفال الصغار أو هتسكن في نفس ذات المكان طيب حد يجي يقولك أنا هسكن في نفس ذات المكان فالدولة لو تفتكر بس قالت له إيه وهنت خلال على ما نبني المكان فأنت هتسكن فين أنت ليك عندي حق أن أنت تاخد القيمة الإيجارية المرضية اللي تعيشك طيب الأرقام كانت من 40 ل50 ألف سنوي عشان يسكن بيها إيجار مؤقت لحد ما يستلم طيب ولما هيستلم هيستلم شقي استلم الشقة اللي أنت تفرجت عليها تاني هل الدولة كانت حق أحد لا حد هيطلع لك دلوقتي على السوشيال بي وقال لك أصله هم بيجذبوا شوف الناس اللي هتسكن في مسبيره بالفعل أنا أعرف منهم عدد لبأس بيه والعدد اللي لا بأس بيه ده الحقيقة كلهم كانوا مكلميني وبعتين لي على واتساب وبيقولولنا أنه هم فعلا بدأت الناس تتصل بيهم في وزارة عشان خطر يجوا يكملوا الأوراق بتاعتهم عشان الاستلام وما إلى ذلك دي حاجة تحتية أي لم تعرض في البرنامج الناس مبسوطة الناس اللي جاية تقعد في نفس المكان اللي كانوا عايشين فيه بقالهم عشرات السنين مبسوطين عشان هيجي هيقعد في مكان محترم الناس اللي خدت التعويض المادي خدوا الناس اللي خدت قرار أنها تقعد في مدن أخرى بديلة راحوا الدولة ما كلتش حق أحد ولا هتاكل حق أحد ولا بتاكل حق أحد لا في مسبيره ولا في غير مسبيره عشان بس أني بقى متفقية بكلمك بجد ولا الهوى فلا تستسلم لقصص جوفاء بتتحطيلك على تيك توك قصص جوفاء بتتحطيلك على فيسبوك قصص جوفاء بتكتب عنها في تويتر قصص جوفاء بتتناقلها الألسن كل ده في إطار الولى حاجة الولى حاجة كل شبر في البلد دي لسعر وسعر كبير لما الدولة بتاخد قرار أنها تستثمر في مكان كان عشش وكان حالته قرب أو مكان تاني كان زمان عبارة عن بقر للجريمة والمخدرات والسرقات وإخفاء المجرمين ونيجي نقول للناس اللي معاها الملكية هات الملكية اللي معاك ولو حتى وضع يد وهعوضك هات الإيجار اللي معاك وهعوضك في ناس بتاخد ملايين عشان بس تبقى عارف على الأرض بتاخد ملايين لهي مئات ولا ألاف ولا عشرات الألاف ولا مئات الألاف في ناس بتقبض ملايين مقابل الأرض بتاعتهم دي اللي الدولة بتعملها إعادة استثمار وإعادة الاستثمار دي بتروح في نفن بتروح لحضرتك بتروح في حزم من الحماية الاجتماعية لسيادتك في الآخر فيش أي حاجة تانية خالص